اهلا بحضراتكم مرة تانية نتمنى ان شاء الله الحلقة الجميلة لحدك بتقدمها دي تنقدم حاجة محترمة جدا وتكون يعني تساعد في اداء تطوير الحكام في الفترة القادمة اللي كان حدثت فيها مشاكل قبل كده صحيح يعني على مستوى التحكيم في مصر عندنا حاجات كتيرة جدا وحضرتك محضر وكلام كتير جدا لكن خلينا نبدأ بحكام المبارات المباراتين النهاية ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد حكم مبارات ان شاء الله يوم الحد وحكم مبارات يمكن الاسباء اللي بعدية في مبارات العود خلينا نقول الأول بنحاية تحاية فريق بالأمانة تحاية فريق النهاردة عمل قاعدة من الحكام الصعادين الوعدين اللي هم يعني خاضوا تجارب في المواتل الكسائية وده ممكنش منش نشوفه أبدا في الحكام الحكام الأدام كان سي كازوي ماجيت النضاي كان فيكتور جوميز النهاردة عندنا حكام كتيرة جدا جدا صعادين وعدين منهم معتز الشلماني على فكرة معتز الشلماني والده الحكم الدولي الكبير عبد الحكيم الشلماني وأخذ كثير من مبارات كابتن هاني في البطولات الأفريقية معتز يطالع يمكن نفس المستوى يميز معتز عنده اللاقة البدنية كويس أوي ده حكم مبارات إن شاء الله يحدد كابتن معتز في المبارات الأولى وخلي بالك هو أدار مبارات لناد الأهلي هنا على ملعبنا وأدار مبارات بشكل كويس تمنى طبعا المعتز أنه يدير هذه المبارات هو عنده طموح طبعا وكل الحكام الصعادين الميزة النهاردة بيتنافسه منافسة شريفة يعني هنا فيه تنافس بالحكام الصعادين سواء كان هو عندنا دانيا اللاريا عندنا محمود اسماعيل حكم كثير جدا صغيرين منهم معتز الشلمان تمنى طبعا التوفيق في المبارات الأولى تمنى طبعا حيبقى عنده هو شخصيات تحكمية موجودة عنده ناحية البدنية كويسة قوي قوي عنده كمان ناحية الفنية كويس كحكم شخصيات تحكمية وإدارة المبارات تمنى إن شاء الله ربنا يوفقوا في المبارات الأولى ونتمنى طبعا أكيد التوفيق لنادي الأهل إنه هو يحسم هذه المبارات في المبارات الأولى المبارات الثانية عندنا باملك وباملك يمكن من الحكام اللي هم عندهم خبرات كبيرة جدا باملك الأسيوبي فيه مبارات تقريبا تكريم ليه في النهائي أعتقد يعني هيكون حريص جدا باملك نسأل أنا من الحكم ده يقول لك المبارات النهية بالنسبة له هيعلن اعتزاله بعضية المبارات لكن يعني أنت قبل الهوى طمينتين الأمور هتبقى صعبة أن يكون في أي حاجة وهو هيأكد أن المبارات اعتزاله عايز ينهيها بأفضل شكلها شو كابناني عندنا باملك هو إيه هدف باملك؟ باملك أي حكم في التحاد الفريكي بيبطل عنده أمال وطموحات إيه هي هخلص هنا هاخد كرسات في التحادة ده واتحاد الفريكي هبتدى اشتغل في التحاد الفريكي هبتدى اشتغل كمحاضر فعنده طموحات أنه أنهي مسيرة التحكمية أخرج من باب الكبير وده مهمة جدا جدا ثم هتبتدي محاطة تانية ليه هي محاطة أنه هو هيبتدي يشتغل في التحاد الفريكي أو في بلده كريسة للحكام فأعتقد النهاردة في هذه المبارات هيكون حاليس جدا جدا أنه يقدم أفضل مستوى خاصة عندنا المبارات يعني تحاد دولي موجود تحاد الفريكي موجود بكل لجانه موجودة كل العالم يتفرج هزين براه أعتقد أنه هيكون حاليس جدا جدا أنه يقدم مستوى أفضل خاصة عندما قلت حديدك بينهي عشان يخرج من مبارات الكبير صحيح وأنت حضرتك بتتكلم على شايف أن المنظومة التحكمية في الاتحاد الأفريكي ماشية بشكل لا بأس بيه في حكام صغيرين بيديلوا فرص على مستوى نهائي أفريقيا في مجموعة تانية من الحكام الواعدين اللي بيتنفسوا بشكل شريف وكمان فيه خلاص ناس بتعتزل بشكل كبير طب ده ياخدنا لتحكيم المصري وما أثار الجدل خلال الإسبوع اللي فات خاصة طبعا خلال مبارات نادي فيوتشر وإمبي والشكل يمكن ما بينك وسين كده ما شفنهوش في العالم كله في أي مباراة على مستوى العالم ما شفناش هذا المنظر واللي فعلا أساء بشكل كبير جدا جدا للكورة المصرية بشكل عام مش لمنظومة التحكمية في مصري شفكة الهاني احنا يعني مش عاوزة أقول الكلام ده عشان يعني ما حاش يقولي احنا بنجامل ناقص الكلام واضح يعني في قناة الاهلي قناة الاهلي دايما ستحليل أو بنامج المحتلف يعني كنا حارسين جدا 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 ان احنا نبقى دعمين ومساندين للتحكيم المصري من خلال هذا الستوديو وستحليل وحضرتك كنا مش بس بنعول على الأخطاء التحكمية أو السلبيات ولكن كان هدفنا هنا إزاي نطور أداء الحكم يعني إزاي نطور أداء الحكم خاصة في وقت يعني أعتقد التطوير ما زال حتى الآن مش موجود خلنا نتكلم معك بأمانة طيب احنا اتكلمنا كتير جدا 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 كابتن هاني ونهدي لحددك مثال كنت لعب كبير جدا ومدرب على مستوى عالي هل من المقول سؤال لحضرتك هل مديري فني النهاردة لأي لعب أو لأي نادي أختارت تشكيلة اللعيبين من خلال المحضرات اللي هي النظرية وأنسى خلص الملعب ده سؤال يعني أنت كمدير فني تشتغل كل شغلك في المحضرات النظرية فقط ولا بيقى في محضرات النظرية ولا بقى ولا حنتمرن ولا نعمل حاجة بذب نذكر من الورقة والقلب كابتن هنا عندنا مشكلة مشكلة كبيرة جدا جدا تطوير التحكيم ده شغل احترافي على مستوى عالي جدا أساس التطوير التحكيم هو ميدان اللعب وليس القاعات النظرية القاعات النظرية دي عامل مساعد أنك أنت بجيب الحكام فيها تشرح حالة تحكيمية توحد قرارات في حاجة معينة ولكن شغل التحكيم أساسا وأنا بتكلم على علم الفاكر مش بتكلم كده أنا اشتغلت في تحادة الفريقية اشتغلت في تحادة دولة وكنت محاضر فني وبدني ومحاضر في الاتحادة المصر واتحادة الفريقية كل شغل التحكيم بيبقى في ميدان اللعب النهاردة احنا عندنا كنت نهاني مشكلة بيتور بيري رجل سألني كده سؤال هل هو نزل الملعب مرة واحدة مع الحكام ما حصلش يعني أنا النهاردة خبير تحكيمي موجود أطور أداء التحكيمي إزاي طيب الحاجة المهمة جداً وحتستغرب الراجل بقاله تشهر للأسف حتى في التحليل الفني لما بيقعد تتاريط حالة تحكيمية المحاضرين المصرين هم اللي بيحاضروا وهما اللي بيتكلموا هو ما بيقولش حتى رأيه هو ما بيتكلمش هو حتى يعني حتى الحكام نفسها حتى يعني تفهم منه إنت عاوز إيه يعني حتى في المحاضرة دي ما بيتكلمش ما بيقولش رأيه بيقعد ساكت ما بيقولش رأيه ودي مشكلة كبيرة جداً يعني أنت نهاردة يعني كرئيس لك الحكام يا إخي قل لي قل لي أنت إيه أدافك طيب إخدت تطويرك طيب أنت جاي تعمل إيه طيب أنت أهدافك إيه يعني لابد النهاردة بأمانة بيتور بيري لابد أن أنت حدو كرة نهاردة هتدخل ويقعد معاه يعني أنت الحادة يبقى لك ثلاثة أشهر دخل في الشهر الرابع ما فيش مردود أيما هي الفكرة كابتن أي بنكلم على أي أي وظيفة أنت في خلال مدة معينة بيتقدم المجلس الإدارة أنا عملت خلال الشهر اللي فات عملت واحد اثنين ثلاثة خلال الشهر اللي جاي أنا لي رؤية وليا فيجن وليا بلان إن أنا الشهر التاني هعمل فيه واحد اثنين ثلاثة بعد ما خلص الشهر التاني أنا عندي شهر التالت هعمل فيه واحد اثنين ثلاثة وبالتالي لازم يكون يعني الراجل مش معقول بقى له ثلاث شهور وزي ما حدوك بتتكلم ودي نقطة أنا نفسي مستغربها إنه هو موجود في المحاضرات عشان يقايم الحكام وما بيتكلمش والحكام المصريين هم اللي بيقايمه أو بيحلله أو بيصلحه فأنا بالنسبة لي دي يعني هو جاي يعمل ايه جاي يوعد بس ولا جاي يعمل ايه بالزبط يعني كابتن هيني انت قلت نقطة مهمة جدا جدا وانا بس هتحده كورا حدوك تعاقدت مع مدير تحكيمي خبير ويتقادب الدولار طبعا يعني حاجة محترمة جدا ولكن هل انت طلبت منه ايه خطة العمل اللي هو بيقدمها طب انت طلبت منه ايه هو اهدافه طب هنطور التحكيم طب الشهر زي ما حدوك قلت كده عندنا الفترة التلاتة شهر هنشوف الحكام ونقيم اداة الحكام هنتابع الحكام نحية بدنية نحية فنية نحية ذهنية هتقيم الحكام وتخرج لنا عشر خمسة حكم في اول تلاتة شهر او في اول ستة شهور كلام ده ما حصلش وزي ما قلت حياتك النهاردة ما زال حتى الان بيتور بيرير لم يقدم اي مرضود اللي بيه احنا كمان كم حاضرين نقدر نقول ان راجل اشتغل وده خلي بالك بيهن عكس على اداة الحكام الفكرة كمان انت بتتكلم في حتة يعني بروفيشنال وشغل كمان انا بتتكلم على دور مجلس ادارة اتحاد الكورة لما انا بجيب واحد وبعينه وبديله بالدولار يبقى انا فين المتابعة انت تعال انت عملت ايه شغل عملته لشهر اللي فات طب ايه التطوير مش هقول لك عام التطوير مش هيتطور في شهر لكن ايه البلان بتاعك ليه ما يكونش في يعني احنا كنا من التاري على كلاتنبرج اتضح ان كلاتنبرج من نسبه له بالشغل اللي عمله كلاتنبرج على قال لي كان بيطلع وبيتكلم وبيحاضر وصوته موجود وبيبقى عن يعني لا المقارنة ظالمة بالشكل ده شوف كانت انا تكلمت في الناس مهم جلاتنبرج وفرق ما بين جلاتنبرج وفيتور برير جلاتنبرج كان عنده ميزة قوي شخصية كانت موجودة شخصية قيادية كان جلاتنبرج كان بيحلل الحالات التحكمة وكان بيطلع بيقول حكم اخطأ الفرق اخطأ كان عنده سياسة صوب العقاب كان الحكم اللي بيخطأ كان بيتوقف ودي في حد هذا كانت بتدي شوية ان الحكام بتبقى عارفة ان هي ممكن لو اخطأ بيتعاكم ويتالت لها الحكام كلها حارسة ان هي ما تخطأش فيه اهتمام صحيح جلاتنبرج كان عنده القدرة ان هو يعين الحكام هو اللي بيعين حشو بدخل في تعينات هو المسؤول عن التعينات وفي اخر فترة قالك انا المسؤول عن التعينات يمتاز الدنيا تمشي سوء يعني ما كانش فيه شغل قوي قوي ولكن كان يميز تفرح حلوة قوي للحكام ان حتى رتم المباراة بأسرع بالزبط مش كل حاجة والسفارة قلت شوية في الفولات كان فيه حاجة ظهرة يعني كابتن هاني هو عمل ممتاز هو ادى يعني قالك انا طالب نمرة واحد مش كل الأخطاء تحسبها والحاكم اللي هو عند الفار وهيقعد كتير يعني هو ادى شوية خطوط عريضة كده الحكام بتادي تمشي عليها المباراة تمشي بسرعة رتمي رتمي يبقى عالي مش كل الأخطاء تسفر عليها الفار لما بتروح له تروح له وعدين مش كل حالة تروح للفار خلي بالك قابتن هاني فيه مشكلة أنا نهاردة هاني رمزي حكم لو انت جاي من البيت رايح تحكم برا كبيرة وحطيت في دماغك ان الفار موجود وانهاس ندعي الفار مش هتحكم صحيح ولكن انسى الفار الفار ما هو إلا وسيلة مساعدة في الحالات الصعبة جدا جدا اللي ممكن تمركزك ما جيبكش في المكان وبالتالي ما تشوفش ولكن مش كل مرة هتروح للفار هتبقى بقت مشكلة هل يفكرني بايه لما بيكون فيه متحنات أوبن بوك والطالب يقولك ما انا كده كده رايح ولو حاجة هبص في الكتاب ويسر رجئة ممكن يبص في الكتاب ما يكونش الإجابة صحيحة وبين فيه لغبطة فالعملية انك بتعتمد ان كده كده الفار موجود وساند عليه اعتقد يمكن حضيك بحضل لنا حاجات من الجزئية دي بشكل كبير احنا بنربط كلامنا دايما وانا هقولك يعني ليه التدريب المتعملش في الملعب اثر في ايه او كانت نتيجة الكلام دي انا جاي بحالة حكمية مهمة جدا كانت في مبراط في يوتشر وامبي يالا بين يالا خلينا نشوف الحال دي يمكن انت حتستغرب حتى وتشوف خلينا نشوف الحالة الاول كابتن وهنشوف كده وهنشوف كده وانت تقولي الاول يعني هنعيدها تاني تسمح لي بس هنعيدها تالي بس كابتن هاني يعيش اللعبة معي بس يعيش اللعبة شوف الرجل كان فين الاول وبعدين ابتدى روح فين وبعدين يقول لي حصل وبعدين جي واحدة اتنين هدف هدف انا نفس اخد انتباعك انا كمشاهد انت انا اسحى اتكلم قولي هتلي معلش اللعبة ثاني الحكم كان فيه بس نقف هنا نقف نقف نرجع ثاني الحكم كان نقف هرجع بس على اللايف هو هنا كابتن هاني هنا كان فين هنا في تمركز صحيح صح همين طيب هنبتدى القطوة اللي جاء نشوف نشوف نمشي ايه اللي وداه هنا سؤال بس ايه اللي جابه من هنا وداه في محيط اللعبة في مصر اللعبة اقول لك ليه اتفاض عايز يعمل الدبل باس يعني عايز يعمل الوانتو مع اللعبة ما مش هيرجع غير كده انا لو راس حربة هعمل الدبل باس بس جاء هرجع كده بس تعبعا حليها يا كابتن انا هنا كابتن هاني في قناة النادي الاهلي اكتر من المرة اقول يا جماعة شغل التمركز للحكام ده شغل الملعب صح يعني انا يا كابتن هاني من فضل اخذ حكامك وانزل ميداني اللعب ضربهم اعودهم ازاي لما يبقى في تمركز خاطئ اخرج ازاي تروح في المكان الصح دايما هنا في قناة النادي احنا يا جماعة والله احنا دعمين ولكن احنا مش هتلاقوا الكلام ده في اي حتة هزي القناة المحترمة طورنا من ايدي الحكام ولكن محدش بسمعنا محدش بيتابعنا اتمنى النهاردة احنا وقفين لاجل الحكام تتابع حكام تتابع كله نشوف هزي الحالة حالة تعليمية مهمة جدا جدا هنجيب من اول تاني هنشرح بقى الحالة ستوب انا هنا دايما كابتن انا هنا في التمركز اولا انا بدي زهر للحكم المساعد هنا الحكم المساعد الذي هو اللحيان سينا انا مش شايفه المفتولыч ده انا ايه انا هوه في هنا ابتدي لف و اروح في الحتة البعيدة خلي وشي للحكم المساعد رقم اتنين و انا حصل اللعب حصل اللعب ده كله بالظبط بيني وبين الحكم المساعد انا شايف اللعبين و شايف الحكم المساعد هنا اولا تمركز خاطئ بس هو بعيدا عن المصال للعب دي نمرا واحد طيب اولا انت ما عدلتش مكانك المفروض تروح الناحة التانية. المشكلة الكبيرة والكرسة. لما الراجل نرجع تاني كده بقى ونمشي شوية. ماشي شوية. هنمشي. هنا ستوب. انت ليه 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 دخلت جوه. انت قلت بره. انت ليه دخلت جوه وده مسار اللعب. اه انت بتكلم كان هو بره مسار اللعب. انت بره مسار اللعب. ماشي. اعراج متمرزة كان خاطئ. بس ما كانش فيه مخطورة على مجرؤات اللعب. انت ايه اللي خليك دخلت. نمشي كده شوية. ستوب. هنا انت كنت هنا ليه. اسوأ تمركز لحكم انا وشفتوش في حياتي. حدث في هذه الحالة كابتن. نتج عنها يا كابتن هاني. نتج عنها ايه. هنا الكرة تصطدم بواحدة واحدة اللي خليك دي. الحالة المهمة تعليمي للكل. هارجع بس. هارجع تاني معلش. معلش. هنمشي كابتن هاني تاني. هو دخل. نمشي. نمشي. هنمشي. هنمشي مفضلك. تمام. ستوب. كابتن هاني انت كنت لعب كورة. هذه الكورة هيها التوب. اقرب لعب لها مين. لعب امبي. لعب امبي. لبعنده فرصة هيلعب. طبعا. تمام. هنا الكرة تصطدم برجل الحكم. وتتتي تتهيأ للعب في واتشر. اللي هي ايه. بتروح له كأنك انت عامل باس معه يروح. هنا قليلت من قدرة المدافع ان هو يروح يلعب. وبالتالي هنا نشوف بقى عاملة ايه. هجمة. نعدي. نشوف. تعمل بقى عرض. جات هدف. الف بالقانون والمادة تسعة. عندما نقول الكرة داخل اللعب او خارج اللعب. كرة خارج اللعب عندما تصطدم بالحكم. وتعمل هجوم واعد. هنا صطدم بالحكم ناظر امر الدول. وراحت للمهاجم هنا اوتوماتيكلي يا كابتن هاني. بتصفر. طبعا. تعمل اسقاط. بتلعب. بتدي الكرة للاعب فيوتشر. دي مفيش فيه هزار. ده القانون. ده القانون يا جماعة. يعني مشكلتنا كمان. عدم فيهم القانون. مشكلتنا. عدم التمرجز الصحيح. كل الكلام ده. حصل ليه. سريعا. البر جابه. هو حسب الهدف. قال له تعالى من فضلك. فيه مشكلة عندنا. الكرة تصطدم بك وتروح لنفس اللعب. دي تبكى نكونوا ما يتحسبش الهدف. راح للبر. رجع حسب الهدف. دي اللي عملت اعتراض. ولماتشه وقف سبعات شهر ديئة. طبعا. حالة حكمية سهلة جدا جدا. يعني انا بحيح حضراتك على التحليل ده. لكن كمان عشان عندنا ديئة واحدة. في حالة كمان. يعني انت محضرها. لو نلحق ناخدها. ناخدها سريعا. 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 هناخد الحالة اللي جاية. ماتش. مهم جدا. كان ما بين الاسماعيل والمقاولين. هنا. الكرة تتلعب يا كابتن. مفيش تسلل عند المساعد رقم اتنين خالص. خالص. والحكم يحتسن براكة الجزاء. ثم يقود يلاقي الرأي مرفوعة. نبس. لأ. هرجع تاني خلاص. يعني ان نرجع تاني. نحظر بس. نمشي كمان سنة 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 سنة. ستوب. كابتن هان الراجل اللي هو هناك بتاع المقاولين شايفه. ما فيش افساد طبعا. خالص. حالة سهلة جدا جدا. طبعا. اتلعبت. يلا. يلا نمشي. يلا نمشي. هنا المدافع لم يعني عندش فرصة لعب وبالتالي ارتكب مخالفة راكلة الجزاء. حكم حسب. لا الرأي طالع. ادى تسلل. تمام. هنا الفر لا ما بيراجع. لا ما فيش تسلل. فقال الحكم لا. كرارك براكلة الجزاء. كرار صحيح. احسب راكلة الجزاء. هنا حصلت المشكلة. واعتراض من لعيب الاسماعيل. وقفت ايضا برضا. في حدوث سبعة شمتوش دي. يا جماعة. التحكيم. محتاج. محتاج. شغل عليه جدا جدا. عندنا كوادر يا كابتن هاني. كوادر تحكمية. من حكام سابقين دولين. او حكام عاديين. سريعا. يا جماعة. خد الناس دي. خد الناس دي. حكام. عندها احترافات تشتغل. عندها قدر الناس تشتغل. تطور التحكيم. نقو الناس اللي هتشغل في تحكيم. تحكيم يحتاج شغل كتير جدا. 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 تمنى منتحادل الكرة جلسة مع بيوتور بريرة. الفترة الفترة مشوفنا الشغل خالص. تمنى طبعا. التوفير للتحكيم مصري. عشان وقتنا قليل. اخيرا. بنقول رسالة. للحاكم. معتاز. انت حاكم ساعد واعد. تتمنى انك انت عمروك ويسا. من فضلك ركز كويس. اوي اوي. ان شاء الله. ان شاء الله. يكون الحز والفوز والمسار. يا رب ان شاء الله. حليف للاعاب النادي الاهل في المورة اللي جاي. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بإذن الله الكأس 11 تكون موجودة في دولاب النادي الاهل. بشكر حضراتنا شكرا جزيلا. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي. يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف.